لازم وإحنا بنتكلم ما ننظرش الفريق اللي قدامنا ده أنه يعني فريق معدم لازم نعرف أنه عنده عناصر التفوق الحياة أنت ذكرت اسم عدة كده سريعاً لكن عايزين نوقف عنده لأنه أنا في رأيي ما أنا في زمانتش اللي استحقها أيمن أشرف المباراة اللي فاتت بتاعة الدحيل ده دليل إدانة على ناس كتيرة قوي ضغطت على أيمن وجرحت وقسائت وقللت من حجمه ومن تأثيره وناس كتيرة قوي ضغطت عليه جامد بقالي سنتين فاته وكله كان بيقلل من دور أيمن أشرف دلوقتي دلوقتي للإنصاف أفضل مدافع في مصر لا أنا كلام ده إليه من شهر آه يعني الموسم اللي فاته والموسم ده ما شاء الله عليه راجل حتى اللوم باص بتاعته حتى لما بيعمل الأساسة حتى نعيب بينضج بينضج وبسم شامس الله عليه ماشي لقدام يعني صحية فأنا شايف إن مشوار هاني ماشي في السكة دي في السكة دي إن شاء الله فأنت بتتكلم عليه ما هي دنيا واضحة جدا إذا كان محمد هاني بدر بنون أيمن أشرف